عندما كنت في الرابعة عشر استيقظت يوماً على سرير الناعم مريح والذي لم يكن سريري نهضت ببطء آه رأسي يؤلمني حقاً نظرت حولي في الغرفة ولم أتذكر كيف جئت هنا فتحت عيناي وأنا أنظر إلى الجدران المذهبة والستائر المخملية الثقيلة شاشة التلفاز التي غطت حائطاً كامل أين كنت؟ وفجأة دخل زوجاني عجوزان مبتسمان من أنتما؟ أين والداي؟ قالت المرأة لا تكوني سخيفة جيهان نحن والداك ووصلت لابتسام لي ما الذي تتحدثين عنه؟ اسمي ليزا ولا أتذكر منهم والداي لكنكم لستم كذلك بدأ الرجل العجوز بالضحك يا له من خيال اسمك جيهان كنعان أنت ابنتنا وأنت تعيش هنا في هذا المنزل معنا استلقيت على الوسائد الناعمة كنت في حيرة من أمري كنت أشعر بالصدع بحثت عن هاتفي لكنه لم يكن في جيبي عندها فقط جاء هذا الطبيب العجوز ذو الشعر الأبيض يجب أن ترتاحي يا آنسا كنعان لقد تلقيت ضربة قوية على رأسك عندما سقطت من على حصانك حيصان؟ لم أكن لأجلس أبداً على واحد في حياتي بمجرد أن استلقيت للنوم مرة أخرى رأيت الطبيبة يغمز للزوجين المسنين قبل أن يغادر الغرفة كان هناك شيء غريب يحدث هنا لكنني كنت متعبة للغاية ولم أستطع التفكير في تلك اللحظة مرحباً أنا ليزا من تركيا وهذه قصة مجنونة عن كيف جعلني فقدان ذاكرتي مليارديرا ثرية ولكن قبل المتابعة أرجاء النقر فوق الإعجاب والاشتراك في صباح اليوم التالي غدرت غرفة النوم نزلت السلم الكبير إلى غرفة الإفطار كان المنزل مثل القصر كانت هناك خادمة في الغرفة والتي قالت لي صباح الخير يا آنسة كنعان بدأت أتمنى أن تكون هذه حياتي بالفعل فكرت في أن أتناول الطعام الجيد قبل مغادرتي تناولت بعض السلمون والبيض المسلوق مع بعض عصير البرتقال الطازج إذا تناولت وجبة فطور مناسبة لأميرة كل يوم أعتقد أنني سأتذكر بمجرد أن شبعت بدأت أسير نحو الباب الأمامي الضخم طررت إلى الحروج من هذا المنزل الغريب ومعرفة ما حدث لي عندها جاءني شاب وقال مرحبا جيهان إلى أين تذهبين؟ كان هذا الرجل رائعا وصبت بالإغماء كان يبتسم في وجهي كنت أفكر للحظة في البقاء لكن بعد ذلك تذكرت أنني لست جيهان فدفعته بعيدا وخرجت من الباب الأمامي كانت الحديقة بحجم ملعب كرة قدم ركضت نحو البوابات الضخمة ما زلت أرتدي البيجامة الحريرية التي استيقظت بها سمعت ذلك الصبي يصرخ خلفي ارجع يا جيهان لكنني ظللت أركض عندها فقط سمعت زائر المحرك كان والدي ينزل من الممر نحوي أرجوك يا جيهان عودي إلى الداخل أنت لست بخير لم يكن لدي أي خيار آخر عدت إلى المنزل فتحت الباب بمقبض الباب المصنوع من الذهب قالت المرأة لقد طلقيت ضربة على رأسك يا جيهان من الطبيع أن تتأثر ذاكرتك أنا والدتك السيدة كنعان وهذا والدك السيد كنعان ابتسم هذا هو بيتنا وهو منزلك أيضا كما ترين نحن مرتحون تماما من الواضح أن هذا يعني أنهم كانوا من أصحاب المليارات ربما لم يكن هذا أسوأ شيء حدث لي قال الفتى المثير وأنا وليفر ابن عمكي أزوركم للتو من سويسرا سأساعدك على أن تعود ذاكرتك حسنا وابتسمى لي لقد بدوا جميعا لطيفين أحقا حتى ولو كانوا غريبين يعني من يهتم كانوا أغنياء ولم أكن أعرف حتى أين أذهب خلال الأسابيع القليلة التالية بدأت ببطءا في تقبل حياتي الجديدة كان اسمي جيهان والآن أنا من النخبة تم توصيلي إلى المدرسة في سيارة ليموزين فاخرة مع حارسين شخصيين تبين أن جيهان كانت مشهورة حقا في مدرستها كان الأولاد يتشاجرون من أجل الحصول على طعام من أجلي ويطلبون مني الخروج في مواعيد والفتيات رأوني كقائدا للمجموعة ودائما ما يحضرون لي الهدايا أحببت جميع أساتذتي هنا ونجحت في جميع امتحاناتي حتى أنني سافرت إلى الخارج للمشاركة في مسابقة الرياضيات الدولية تم صبغ شعري بواسطة مصفف شعر شهير مرتين في الشهر وكانت فنانات الماكياش ززءا من الفريق الذي جعلني جاهزة للمدرسة كل يوم كان لدي خزانة ملابس مليئة بالملابس والأحذية المصممة الخادمات والخدم يحضرون لي وجبات خفيفة متأرت مدرب الشخصي أبقاني في حالة جيدة لم أكن أتذكر الأحلام التي راودتني من قبل لكنها كانت حياة أحلام أي فتاة كان القصر مكانا غريبا حقا كل يوم كنت أفقد طريقي وأعثر على غرفة غريبة جديدة ذات مرة دخلت إلى غرفة حيث كانت مجموعة من النساء تنسج خيوطا على عجلات دوارة عندما سألتهم من هم نظروا إلي وأبتسموا فقط خرجت هاربة يمكنني ذهاب إلى أي مكان في القصر باستثناء آخر غرفة في الجناح الغربي قيل لي أنها كانت خارج الحدود لكن فضولي سيطر علي يوما ما تسللت هناك عندما لم يكن أحد في الجوار بدت وكأنها حضانة مهجورة كان هناك جدار مغطى بالكامل بلوحة باهتة لكيوبيت صغار تحلق في السحب على رف الكتب الضخم كان هناك الكثير من الحيوانات المحنطة ومجموعة من الدمى في إحدى الزوايا كان هناك سرير يبدو أنه قد تم سقله مؤخرا التقطت البطانية الوردية الملقى عليه لمن تنتمي هذه الأشياء؟ ليس من المفترض أن تكوني هنا كنت أقفز من جلدي عندما رأيت السيدة كنعان وقفة في المدخل بابتسامة غريبة تمتمت بسرعة أني ضللت طريقي وخرجت عندما أغلقت الباب شعرت بعينيها تتبعني كان هؤلاء الناس غريبوا الأطوار كنت أركب حصاني ذات يوم مع أوليفر عندما اقترب رجلا لم أره من قبل كان بإمكاني سماعه يتجادل مع أوليفر اقتربت منهم لسماع ما يقولون كان الرجل يصرخ يجب أن أراها لا يمكنك إيقافي عندما اقتربت رأيت الرجل في الخمسينات من عمره وبدأ نصف مجنون بملابس ممزقة وعينين محتقنتان بالدماء فجأة رأاني وبدأ يترنح في اتجاهي ها أنت ذا أنا أعلم ما تفعلين لن تفلتي من هذا ابتعد من هنا وإلا اتصلت بالشرطة دفع أوليفر الرجل بعيدا بعنف لكنه لم يغادر عندما جاء بعض الحراز للاقتراب منه استدار الرجل وغادر لكنه نظر إلي مرة أخرى لفترة طويلة عندما سألت أوليفر عن هذا الرجل قال أنه مجرد شخص متشرد مجنون سحب مقاليد حصاني وبدأنا في الركوب بعيدا مر عام أو نحو ذلك من حياة رائعة بصفتي جيهان ذات يوم عندما دخلت غرفة المعيشة وجدت والدائي يتحدثان بصوت منخفض توقفوا في اللحظة التي دخلت فيها الغرفة ها أنت جيهان كنا نناقش للتو أننا نريد نقلك إلى مدرسة النخبة الخاصة التي ستضعك على المسار الصحيح لذهابي للجامعة كنت سعيدة حقا لسمع ذلك كان أفضل جزء هو أن أوليفر كان قادما أيضا لقد كان رسميا صديق المفضل الآن الجزء الغريب أنه أضاف حارسين شخصيين جديدين كان لدي حاشية خاصة بي حرفيا أوضح أوليفر أنه إذا أدرك الناس أننا مرتبطين بالكنعانيين فقد يخطفوني للحصول على فدية لطالما اعتقدت أنهم مرعبون للغاهية وغريبون نجحت مع الجميع بسرعة كبيرة في مدرسة الجديدة كان الأولاد يتضفقون كالمعتاد لكني كنت أضع عيني على شخص لطيف اسمه بن كنت مشغولة في أحلام اليقظة في موعد غرامي أول مع بن عندما دخلت المعالمة إلى الفصل مع فتاة جديدة وعرفتها على أنها بريتني نظرت حولها وأبتسمت وفجأة التقت أعيننا وبدت وكأنها رأت شبحا أصبحت شاحبة الوجه حدقت في وجهي لبضع ثواني قبل أن تمشي إلى مقعدها في حالة ذهول شعرت بها وهي تنظر إلي طوال الدرس تساءلت لماذا كانت تتصرف بغرابة؟ أثناء الاستراحة ماشيت إليها وقالت مرحبا أنا جيهان أنا أيضا جديدة هنا هل تريد القدوم للجلوس على طاولتي؟ نظرت إلي بشكل غريب ولكن بعد بضع ثواني ابتسمت وقالت أنها تحب ذلك أصبحت أنا وبريتني صديقتين بسرعة اكتشفت أنها من عائلة فقيرة شقت طريقها إلى هذه المدرسة بمنحة دراسية كانت تسألني كثيرا عن عائلتي امتلكت إلى حد كبير كل ما لم تمتلكه قررت أن أخذ بريتني تحت جناحي أنت بريطانية جميلة سأدعو فريقي يقومون بسحرهم عليك وأنا أعرف المكان المناسب لأحصل على خزانة ملابس جديدة وجميلة لك أخذت بريتني إلى متاجر المصممين المفضلين لدي بينما كانت تحاول ارتداء الملابس بدت جيدة حقا بينما كنا نغادر المركز التجاري رأيت بين يسير نحونا خطوت بسرعة أمام بريتني لإخفائها عن نظره وقلت له مرحبا بابتسامة كبيرة لكنه قال للتو هل يمكنك أن تتنحي جهان؟ لقد جئت لألقي تحية على بريتني بدى وجهه وكأنه رمز للقلب بينما كان يتحدث معها وشعرت بالغضب في اليوم التالي من المدرسة استطعت أن أخبر كيف كان الجميع يلاحظ بريتني أكثر من المعتاد عادة عندما كنت أرتدي ملابسي اليوم كانوا صديقاتي يلحقونني لكنهم اليوم كانوا جميعا حول بريتني ويخبرونها عن ذوقها الجيد لكن أنا التي اخترت لك هذا الفستان في المدرسة بعد أسبوع حصلنا على اختبار الرياضيات مرة أخرى سلمتني المعلمة ورقي وقالت أحسنتي كالعادة يا جهان ولكن بعد ذلك سلمت بريتني ورقتها وقالت أحسنتي صنعا بريتني في قمة الصف حاولت أن أبدو كأني لا أهتم لكني شعرت وكأني تعرضت للصفة آه شعرت بالغضب الشديد منها عند الغداء قررت ألا أجلس معها لكن الكثير من أصدقائي يذهبون إلى طاولتها وكان بين أقرب إليها عندما كنت أتصفح هاتفي رأيت صورة سيلفي كانت قد حملتها للتو مع بين قبل دقيقتين وحصلت على ثلاثمائة أعجاب حقا؟ هل كانت رائعة الآن؟ عندها فقط جاء أوليفر وجلس على طاولتي ضاحكا يا إلهي إن بريتني مضحكة بالتأكيد أوه حمني هذا اللغز الذي أخبرتني به للتو حاولت عشر سيدات بدنات الجلوس تحت مظلة صغيرة لكن لم تبلل أي منهن كيف فعلوا ذلك؟ آه لا يهمني لم تكن تمطر وانفجر ضاحكا وأنا أدير عيناي لم يكن ذلك مضحكا لم أصدق أني شعرت بالأسف على هذه الساحرة كنت بحاجة حقا إلى تلقيني بريتني درسا وعرفت تماما كيف أفعل ذلك ملعب التنس كل تلك الدروس الخاصة من مدربتي سيرينا ويليام كانت على وشك أن تؤتي ثمارها تحديت بريتني بشكل هزلي في لعبة فردية ووافقت على الفور اجتمعت نصف المدرسة لمشاهدتنا نلعب كنت أعلم أنها لعبت التنس لكن لم يكن لدي فكرة أنها كانت جيدة كانت تعطيني وقتا عصيبا لكني كنت في الصدارة ابتسمت في وجهها بينما هتف الحجد لي لقد لعبت الكرة بقسوة شديدة لم أستطع حتى الرد لأنها كانت تتجه بسرعة مثل الرصاصة أصابتني مباشرة في جبهتي حلقت في الهواء وسقطت إلى الوراء ارتطم رأسي بالأرض وأصبح كل شيء أسود عندما استيقظت كان المدرب ومجموعة من الناس حولي ينظرون بقلق لحظت وجه بريتني القلق وفجأة شعرت وكأن مفتاحا قد تم تشغيله في رأسي فجأة عرفت بالضبط من أكون كما أنني عرفت بالضبط من هي بريتني الساحرة الصغيرة المنافسة وعدت إلى حالة فقدان الوعي مرة أخرى لاحقا من تلك الليلة جاء الكنعانيون هنا وهناك لإحضار الطعام لي وجعلي أشعر بالراحة اكتشفت كل شيء أخيرا لكني لم أسمح لهم بدخولي في سري في اليوم التالي في المدرسة ركضت بريتني نحوي وهي تبدو آسفة حقا اسمعي جيهان لم أقصد أبدا أن أؤذيك فهلا لكن ببساطة تجاهلتها وأبتعت ذللت أتجاهلها كل يوم ولمدة أسبوعين ثم ذات يوم أوقفتني في ردها ماذا يحدث هنا؟ اسمعي يا غريبة أنا أعرفك وأعرف ما تفعلينه هل استعدت ذكرتك؟ نعم ولا توجد طريقة سأتي بها لأعيش معك ومع عائلتك المجنونة سأبقى مع الزوجين الثريين المسنين لكنك تعلم أن لدي طريقة لإفسادك أنت وإفسادهم ولا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال ذلك ماذا تريدي؟ أريد أن أعيش مع الكنعانيين أنت بحاجة إلى إقناعهم بإبقائي أقسم ليزا سوف تندمي إذا لم تفعل ذلك بعد أيام قليلة انتقلت بريتني للعيش هنا لم يكن من الصعب إقناع والدي وفقوا على الفور أعطاها الكنعانيون غرفة بجوار غرفتي كنت غاضبة لوجودها معنا بعد تحمل سلوكها المتعجرف في المدرسة والمنزل على حد سواء لبضعة أصابيع لن أدعاها تعرف شيئا ضدي حتى لو كلفني ذلك حياة المثالية ذهبت لرؤية والدتي الحقيقية لأخبرها بكل شيء كان يفعله الكنعانيون كان المنزل قديما وقذرا أسوأ مما تذكرته كان الباب مفتوحا بالفعل ورأيت أمي نائمة على الأريكة أمي أنا ليزا ابنتك نصف نائمة تمتمت أمي أجل ماذا تريدين؟ أمي لقد عدت نهضت أمي بتكاسل ونظرت إلي وكأن شيئا لم يحدث ليس من المفترض أن تكوني هنا أرسلت لك أختك استمتعي بصحبتها الآن غادري وأغلق البابة للفكية لقد صدمت طردتني ما الذي يحدث؟ قررت أن أسأل الكنعانيين عن هذا عندما وصلت إلى المنزل وجدت الجميع يحتفلون بعيد ميلادي بريتني كانوا يقومون أكبر حفلة على الإطلاق كان هناك جميع الأشخاص المهمين والأثرياء لم يفكروا حتى في إخباري بحثت عن بريتني وكانت تدور حول أوليفر تعانقه وتلمس وجهه أخذتها جانبا بشراسة ابتعدي عنه هو ملكي آه أجل وما الذي ستقومين به؟ اسمعي لا أعرف ما الذي تنوي فعله أنت وأمي ذهبت إلى منزلنا القديم وطردتني آه أجل أعطتك للكنعانيين عندما فقدت ذاكرتك غادر أبي وكانت فقيرة كانت عليها أن تتخلى عن طفلتها الأقل تفضيلا وهذه أنت بدأ الكنعانيون مرعوبين طلبوا من الجميع المغادرة عندما كان الضيوف يغادرون سمعت صوتا مألوفا افترق الحشد رأيت أمي أوه لقد دعوتها دخلت أمي محدقة بشراسة في الكنعانيين أين نقودي أيها اللصوص؟ دعونا فقط نناقش هذا على انفراد أنا لا أعطيكم بناتي بالمجان ليس خطأي أنه لا يمكنكم إنجاب الأطفال تريدون أطفال؟ ادفعوا مقابل إنجابهم حسنا لقد باعتني أمي للحصول على المال منهم أمي لا بأس لقد تأخروا بالدفع هذا الشهر صرفت الكثير من أموالهم مؤخرا كوني صبورة أمي دفع شهرية؟ ما الذي يحدث هنا؟ فجأة سمعنا ضجيجا عاليا دخل رجل عجوز ضخم وكان الحراس يحاولون منعه رائحته سيئة رأيت وجهه كان الرجل الذي جاء منذ سنوات عندما كنا أنا وأوليفر نركب الحيول تذكرته إنه والدي بدت أمي مصدومة وغاضبة ماذا تفعل هنا بحق السماء؟ أو هل اعتقدت أنني لا أعرف ما تفعلينه؟ كنت تجني المال من بناتنا فأنا أريد نصيبه التفتت السيدة كنعان إلي والدموع في عينيها ألا ترى مدى جنون والديك؟ نأسف لأننا كذبنا عليك لكننا نحبك حقا يمكننا أن نقدم لك كل ما تستحقينه نظرت إلى والدي ثم إلا الكنعانيين تخذت قرارا أريدكم أن تتبنوني قانونيا وبريتني هؤلاء الناس لا يستحقوننا ولا يتعين عليك أن تدفع لهم ليرة أخرى مرة أخرى بدت بريتني سعيدة عنقنا الكنعانيون فريحين بينما طرد الحراس والدين الصخبين تحسنت علاقتي أنا وبريتني وأصبحنا أقرب تخرجنا من أفضل الكليات اليوم بعد ثماني سنوات نحتفل بزفاف بريتني ولم تتم دعوة والدينا الحقيقيين نحن 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 نح